فعشان كده يمكن دي نقطة مهمة جداً انا حابب اكد عليها قبل ذكر ايه هي القرارات اللي احنا النهاردة يمكن في اجتماع لجنة ادارة الازمة توافقنا ان احنا ناخدها الحقيقة يمكن ما تم توافق عليه احنا كنا يمكن حتى هذه اللحظة هناك يعني ساعات لموضوع الحزر الحركة وحزر جزئي ويمكن حدركم عارفين كان من الساعة 8 مساء الى الساعة الرابعة صباح احنا اللحنة القرارات اللحنة يعني كمجموعة ولجنة ادارة ازمة قررت انها تتخذها هي ما يلي في ما يخص كل القطاعات المختلفة احنا يمكن كل هذه القرارات حيتم تطبيقها اعتباراً من يوم السبت القادم يعني اعتباراً من يوم السبت القادم اللي هو يوم 27 يونيو هنبدأ هذه الاجراءات كلها في التطبيق اعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية الخاصة طبعاً النوادي الرياضية والمراكز الشباب بالفعل معالي وزير الشباب اعلن عن خطة التعامل معاه ولكن هنبدأ الفتح فيما يخص المطاعم والمقاهي اعتباراً من يوم السبت القادم مع السماح فقط بتواجد 25% من طاقتها الاستعابية وبالتالي اصحاب هذه المنشآت المفروض اذا كانت المنشآة مثلاً على سبيل المثال كانت المفروض انها تستوعب مية يبقى حنسمح بان يبقى بيستقبلوا 25 فقط يعني عميل او زبون في المرحلة الاولى وده احنا بنتحرك تدريجياً وزي يمكن ما عملنا في الفنادق فتحنا الاول 25% والنهاردة وصلنا 50% من الاشغال في الفنادق نفس الشيء احنا بنبدأ النهاردة في المطاعم والمقاهي بعدد 25% فقط من قدرتها الاستعابية عشان نقيم الوضع ونسمح بعودة النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت وبشدد مرة اخرى على ان احنا هنبدأ ب25% ونقيم الوضع ونشوف اذا ربنا كرمنا ونجحنا والموضوع ماشي بصورة جيدة هنزيد تدريجياً نسب اشغال هذه المنشآت اللي هي المطاعم والمقاهي ولكن بقى شدد هيستمر منع تناول او شرب الشيشة في هذه المناطق علشان طبعاً يعني دي طبعاً بتبقى من الاحد يعني العوامل اللي ممكن تؤدي الى انتقال المرض من شخص او اخر مهما خدنا من اجراءات وقائية الحقيقة ايضاً تم الاتفاق على ان يكون موعد غلق كل المحال هو الساعة التاسعة مساء وحتكون المطاعم والمقاهي الساعة العشرة مساء وبالتالي وبرضو ده مرة اخرى وبقولها ده اجراء تدريجي وبنقيم على الارض الموقف وحنشوف تدريجياً اذا ما كنا حنبقى نحتاج نسبت هذه المواعيد لفترة اطول او ممكن يحصل فيها تعديل على مدار الوقت تبقى لمعطيات وتقييم الوضع اللي حيبقى على الارض ان شاء الله فيما يخص المصابين من فيروس كورونا حيستمر ويعني وارجو من المواطنين انهم ما يعذروني حنستمر في غلق الاماكن اللي بيبقى ممكن يحصل فيها تكدس شديد وعدد كبير من المواطنين وبرضو مرة اخرى لفترة مؤقتة الحين تقييم الوضع وهنا يمكن لما بتكلم على هذه الاماكن انا بقصد بيها الحضائق والمتنزهات العامة والشواطئ العامة حنظل معلش نغلق هذه المناطق لان برضو متخوفين مهما كان حاولنا فيها كشواطئ عامة طبعا بيبقى فيه تكدس كبير جدا وحننتظر لفترة زمنية برضو عارف كويس قوي ان احنا دخلين على موسم الصيف وشهور الصيف ومحتاجين ان احنا موجودين فيها ولكن احنا حنبقى بنتابع على مدار اليوم ونشوف التطورات وبحيث باذن الله يعني نقدر ان احنا نفتح هذه المنشآت في مرحلة لاحقة علشان فعلا يعني نقدر المواطنين يستمتعوا بالشواطئ العامة في هذه المناطق بالنسبة طبعا زي ما قلت لحضراتكم بالنسبة للنوادي والمنشآت الرياضية والاجتماعية السيد وزير الشباب والرياضة كان اعلن عن كل الاجراءات الزمنية الخاصة ببدء مرة اخرى عودة ممارسة الانشطة الرياضية جوه النوادي والمركز الشباب ويمكن هو سيادته مع كل الوزراء المعينين كل واحد هيعرض بالتفصيل بعد كده مرة اخرى هذه الخطط عشان عودة الانشطة الرياضية المختلفة وايضا ممارسات الدوري والمسابقات الرياضية المختلفة لكل الاتحادات اللي تبقى للدولة اعلنته هتعود استمرارها مرة اخرى في هذا الموضوع فيما يخص يمكن نقطة مهمة جدا حابب ان انا اؤكد عليها اذا كنا بنقول ان المطاعم والمقاهي هتبقى للساعة عشرة والمحل للساعة تسعة هيبقى وسائل النقل الجماعي تستمر لغاية منتصف الليل وبالتالي هيبقى بنفتح المجال لعودة المواطنين لبيوتهم وطبعا يمكن هتبقى يعود لغاية منتصف الليل ويعود استقناف فتح الوسائل النقل الجماعي مرة اخرى الساعة الرابعة صباحا عشان طبعا الناس اللي بتنتقل الى اعمالها يبقى عندها الفرصة انها تنتقل من بدري وتروح لاماكن عملها من بدري بالنسبة يمكن لنقطة مهمة برضو يعني الحقيقة كانت يعني كلنا كمصريين سواء يعني مسلمين او اقباط يعني دائما يعني بنتعلق بدور العبادة ودي طبعا يعني نقطة كلنا بنبقى حرصين واشد الحرص على ان احنا نبقى يعني لا نمنع يعني اداء الشعائر جوه دور العبادة وعشان كده يمكن هذه النقطة طبعا نتيجة لان دائما دور العبادة بترتبط بوجود تجمعات كبيرة جدا من المواطنين داخلها علشان اداء الشعائر المختلفة فعشان كده كنا دايما بنحاول نرجع يعني التعامل مع هذه القضية حرصا فقط وهو الحاجة الوحيدة هي الحرص على ارواح المواطنين وتقليل باكبر قدر ممكن انتشار المرض فعشان كده يمكن برضو تم التوافق على ما يلي فيما يخص دور العبادة ان برضو اعتبارا من يوم السبت القادم حيتم فتح دور العبادة لاداء الشعائر اليومية وانا هنا بتكلم مثلا على اداء الصلوات اليومية المختلفة ولكن سنستمر في تعليق الصلوات الرئيسية الاسبوعية يعني اذا كنا كمسلمين بالنسبة لنا الصلاة الجمعة او اقباط صلاة اللي برضو احيانا بتبقى الجمعة او الاحد معنش انا بطلب مننا كمواطنين كلنا نتحمل هنستمر في تعليق هذه الصلاة الجماعية الكبيرة الاسبوعية لفترة علشان برضو احنا بنحاول نحد من التكدسات الكبيرة ولكن اللي احنا هنفتحه تدريجيا هو المساجد والكنائس ودور العبادة تبدأ تفتح من يوم السبت علشان يتم فيها اداء الصلوات اليومية العادية ولكن بكافة الاجراءات الاحترازية اللي حيعلن عنها السيد وزير الاوقاف والكنيسة المصرية في معوضوع التباعد حيستمر غلق انا انا اسف دورات المياه بحيث ان احنا بقدر الامكان نخحد من الفرص الانتقال العدوى في هذه الاماكن سيستمر برضو تعليق وحتى حين دور المناسبات اللي موجودة في هذه الدور العبادات برضو لانها دايما بينتج عنها تجمعات كبيرة وبرضو دي الفترة لغاية لما نقيم الوضع في خلال المرحلة القادمة بالنسبة يمكن لاخر شيء حابب ان انا اتكلم عليه وهي منشآت الثقافية والسينمات والمسارح ايضا يعني اعتبارا من يوم السبت القادم حيتم السماح بفتح هذه المنشآت ولكن برضو بخمسة وعشرين في المية فقط من قدراتها الاستعبية مع وضع كافة الاجراءات الاحترازية لضمان التباعد ما بين المواطنين جوه هذه الاماكن وبرضو زي باقي الحاجة هتبدأ باقي المنشآت هنبقى بنقيم الوضع وممكن تدريجيا نبدأ نزيد من نسب الاشغال في هذه المنشآت مرة اخرى انا كل ده بحابب ان انا اقوله للسادة المواطنين عشان يعو ان احنا كل قرار بناخده بيبقى هناك مراجعات كثيرة جدا 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 بناخدها ووضعين في اعتبارنا زي ما بقول حضركم دائما قلقنا جدا الشديد على صحة المواطن وعلى حياته وفي نفس الوقت عارفين كويس قدراتنا وايه هي قدراتنا وبنيتنا الاساسية اللي احنا بنطورها يوم ورا يوم علشان انها تتحسن وتؤدي احسن خدمة وافضل خدمة للمواطن ولكن نعي في نفس الوقت قدراتنا دي قد ايه فبيبقاش فيه نوع من المغامرة في اتخاذ اي قرارات وبالعكس بنبقى حارسين كل الحرص ان احنا ناخد القرارات اللي احنا شايفينها كدولة وكحكومة من وجهة نظرنا انها دي بتتناسب مع المرحلة اللي احنا فيها وبتتناسب مع قدراتنا واللي احنا شايفينه ومعطياتنا على الارض انا عايز ااكد ان هذه القرارات كلها واحنا بناخدها النهاردة قرارات مارينة ومرتبط ارتباط شديد جدا بوعينا مرة اخرى وانا اقعي تماما ان حصل نوع من انا عايز اقولها من الكوميكس وبعض يعني احنا كتابعتنا كشعب مصري بنحب جدا الهزار واطلاق النكت على كلمة وعي المواطن وعلى ان احنا لو اعتمدنا على وعي المواطن فيها مشكلة ولكن مرة اخرى انا بأكد عليها اذا ما كانش كل واحد فينا يخاف على نفسه ويعي ان هو هو بيتحرك ممكن ان هو لو هو استهطر بالاجراءات اللي احنا كلنا بنعلنها هيبقى هو نفسه معرض لخطر الاصابة بالمرض او ان هو ينقل المرض ده لاحد افراد اسرته مهما خدنا من قرارات هيبقى الموضوع لن يكون ناجح الا اذا المواطن المصري التزم بقدر الامكان بكل الاجراءات اللي احنا بنقولها عشان يحافظ على صحته وعشان يحافظ على بلده ربنا يحفظ مصر وربنا يحفظنا جميعا ومرة اخرى بأكد على حضراتكم هذه القرارات هتراجع وحتظل انها تراجع بصورة دورية مننا كحكومة واذا وجدنا ان هناك يعني لقدر الله يعني فيه ردة في هذه القرارات بسبب تطبيقها وعدم الالتزام بيها هنرجع مرة اخرى للاجراءات الحزمة وشديدة الحزمة اذا ربنا كرمنا ولاقينا الامور بتتحسن على الارض حيبقى هناك فتح اكثر لكل المنشآت علشان تعود الحياة كما كانت عليه قبل هذه الازمة انا بشكر حضراتكم في نهاية هذا اللقاء واتمنى لكم جميعا كل الخير والسلام وتحية مصر وربنا يحفظنا جميعا يا رب من كل سوق وشكرا لحضراتكم